النادي الاهلي بعد ما تصاب محمد الشناوي في كأس الأمم الأفريقية كان بيدور على حارس مرمة يحل مكان محمد الشناوي والكلام راح على محمد أبو جبل ومحمد بسام وفي الآخر زنفولي هو اللي نضم للنادي الاهلي الاهلي لما كلم مع سيراميكا كيلو بطر عشان يضم محمد بسام بحسن مصدر في النادي الاهلي فقال انه سيراميكا غالة في طلباته لبيع محمد بسام الى النادي الاهلي وبناء عليه النادي الاهلي وده الخبر النادي الاهلي قرر استعادة محمد شكري نهاية هذا الموسم بعد تزديد بند في التعاقل ما بين الاهلي و سيراميكا كيلو بطر أنه من حق النادي الاهلي استعادة اللاعب مقابل 9 مليون جنيه والنادي الاهلي أخطر سيراميكا كيلو بطر أنه هيدفع 9 مليون جنيه وأنه محمد شكري هيعود للنادي الاهلي مع نهاية الموسم واحد من اللعيبة المميزة جدا زي الايصر رائعة جدا لسراميكا كيلوباترا كمان النادي الاهلي قبلغ سراميكا كيلوباترا انه ما فيش ناية في تجديد عارة احمد الكندوسي وانه سيستعيد ايضا احمد الكندوسي نهاية هذا الموسم امصة مهنية زعلة مهنية يعني ايه يعني انت مساعدتنيش ومدي تنيش محمد بسام وانا محتاجه انا محمد شكري هاخده هرجعه تاني وانا احمد الكندوسي مش هسبه لك تاني خلص ما تعاونتش معايا مش هتعاون معاك وده بيحصل في الكورة عادي كل يوم طبيعي يعني ده فيما يخص النادي الاهلي